اشتركوا في القناة اتقدم بهذه المناسبة العظيمة مناصبة تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في عام 1999 حيث حققت مملكة البحرين انجازات ملموسة وفي مختلف الجوانب من بين هذه الانجازات مثلا التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد نجح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في تحقيق انجازات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الرؤية الاقتصادية ومن تلك الانجازات الاصلاح السياسي والديمقراطي خلال العهد الاصلاحي وقد شهدت البحرين تطورا في ميدان الديمقراطية والاصلاح السياسي وتحققت ايضا من تلك الانجازات احترام حقوق الانسان وقد تحققت انجازات ايضا في العمل البلدي والبنية التحتية والامن حيث ان الجهود المستمرة تحت اشراف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه قد اسهمت في تحقيق انجازات كبيرة في العمل البلدي وتطوير البنية التحتية وتعزيز الامن وتبني سياسة خارجية حكيمة وعقلانية تدعم الامن والسلم الدوليين وتحققت ايضا حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الاديان والمذاهب دون اي قيود كما وتحققت انشاء مؤسسات حقوقية مستقلة وتحققت حرية الصحافة والاعلام وتعتبر مملكة البحرين مركز تجاري ومالي واستثماري وسياحي رئيس في منطقة الشرق الاوسط كما وتحققت انجازات رائدة في اصلاح سوق العمل والتوظيف ونتمنى مزيدا من الانجازات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه نعم الشيخ كاظم الحواج عضو في الوعض والإرشاد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر